شاركني في تأمل هذا الخلق العظيم وأرسل فيديو إلى موقع نون يوضح تفكرك في خلق الله سبحانه وتعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين خلق الله سبحانه وتعالى آلاف بل ملايين الكواكب وسخر للإنسان كوكبا واحدا للحياة فبماذا يتميز كوكب الأرض وهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون جاذبية كوكب الأرض فسيرون فسيرون فنول الله ما كان فسيرون فسيرون تنالوا منه إيمانا من الاستقرار والسكون تنشأ الحياة كذلك الأرض جعلها الله قرارا ساكنة كي تقوم عليها الحياة كالأنفس البشرية فالنفس المطمئنة هي التي تزدهر الحياة فيها صنع الله الذي أتقن كل شيء أولا كان هناك نيبولة التي تزدهر الحياة ثم نيبولة تزدهر الحياة لتصنع الهواء والسون ومن ثم نيبولة نيبولة تصنع المطمئنة تصنع المركزية تزدهر بعيداً عن الجسم الأصلي كما تزدهر الارض بعيداً عن الشمس واندفع القمر بعيداً عن الأرض واندفع البخ الكواكب بعيداً عن الشمس ويشدها إلى الأصل قوة الجاذبية تصنع المركزية هذا ليس لفعلتما على الشمس والسلسلسلسلسلسلسلسلسلسللل ويساعدنا للغاية في جلالكسي أو في الأسبوعية ويوجد هناك بجمعين ميزمين بجمعين في جمعين ونحن نهاية أن نظري لكننا نظري الزي قد 3 ألف آخر النتوّون يمكن أن تكون قوكب في الآية في هذه المنطقة ولكن الله سبحانه وتعالى تخلص قوكب في الآية واحد ثلاثة يكتبون بمساطنين لذلك سورفاسي نعم السطح الصخري والغلاف الجوي والمسافة الدقيقة بيننا وبين الشمس هي من مميزات هذا الكوكب ولكن الذي شدني من كلام ديكاترا حديثهم عن نعمة الجاذبية الأرضية كيف نقدر نعيش بدونها سبحان الله كوكب الأرض من أكثر الكواكب في هذه المجموعة الشمسية الجاذبية الجاذبية قوة خفية لا يراها الإنسان ولكن تقيسها الأجيزة كما يكون الأرض الجاذبية ما بقي لها غلاف غازي ولا غلاف مائي وإذا ضاع الهواء وضاع الماء ضاعت الحياة من هو أكثر شخص فينا ممكن يستشعر نعمة الجاذبية الأرضية؟ تبعان لفجد هذه النعمة ولو لفتر بسيطة تبعان لفجد هذه النعمة ولو لفتر بسيطة think my best thing about space is that you are totally different in space and i remember the most magical moment of my life is looking at the earth through the window of the international space station you can see how small earth is, surrounded by billions and billions of galaxies out there فلنصر إيجادك، وإنكس لا يسعى أمورك إنتكت بأمورك بكثورة معجزة الله عندما انت فيها التنصر أعتقد أن الإستروناء عندما يكون في العالم عندما يكون في العالم في عالم العالم إنها سكتبات كما تنقلات لغاية التعبارات لكما ينقلات تشكري المسلمة إنتهي إلى الفضاء ويحشت عالم عجيب حدثني عن أول ليالي بدون جاذبية شيخ مظفر كيف رأيتها I remember when I was in space things are totally different there's no gravity you're floating the whole time it's as though you're flying in space so even though when you are eating your food you float your food in air and you just on mid air and your food float in your stomach for a week before it comes down دكتور كيف كان يمر عليك الليل والنهار مثل ما نعيش نحن الآن في الأرض والأيخ تلف as you know when you are in space the international space station moves at a very fast speed 27,000 km per hour so every 45 minutes the sun rises every 45 minutes the sun sets so we pray according to where you will launch from so I pray according to Kazakhstan time so my subuh market Zohar Sainsha based on Kazakhstan time how do you take wudu in space because there's not much water in space so we tayammum we tap one time on the wall and we cover both our face and one more time to both of our hands how do we face the earth how our Qiblat where's our Qiblat in space so we face the earth it's sufficient it's enough but the problem is when you solat in space because you're floating around so you have to tie both your feet you have to strap both your on your on your waist but you cannot prostrate for too long because if you prostrate for too long you start to floating up and up so these are the things that how we solat in space I'm hoping that for future Muslim astronauts who go to space they have a rough idea on how solat are to be done I am the ninth Muslim who has gone to space so we started in 2003 where Tun Mahathir our former Prime Minister at that time wanted to send the first man to space wanted to send the first Malaysian to space wanted to show to the world that Malaysia are able to do big things so we started from 12,000 candidates and the criteria is that you got to be 21 years and above you got to have a degree qualification and if you're a pilot you are exempted so from 12,000 candidates it took us four years to become to the final 10 and 10 of us were selected through interviews one to one and finally four are allowed to go to Russia and for one month training and the Russians train you for a month before only two are allowed to go to space and finally we train for a year before Alhamdulillah I was selected to go to space on the 10 of October 2007 I wish that I could go again in space I would do anything to go back to space again if I'm given a chance to go to Mars on a one-way ticket I would do it in a heartbeat I would leave my family, my children my job, my profession just to be able to go back to space again because going back to space you feel as though you are complete you feel as though you have found the purpose, the soul of the reason why you are being created on Earth Alhamdulillah One of the beautiful things in this study is that there is a powerful power in the universe and that there is a powerful power between the nations and some of them and that is why you find all the nations in a place that is alive When I was talking about Your name is A heaven No, not in a paper rather than mud You can be aków وكما قال العالم بود أن الجاذبية بين أي كوكبين تعتمد على المسافة بينهما وأنصاف أقطارهما وهذه المعادلة مشهورة ومثبتة علميا يعني الجاذبية تقوى بزيادة الكتل وتضعف بالتباعد يعني هي تتناسب تناسب طرديا مع كتل الأجرام المتجاربة وتتناسب تناسب عكسيا مع بعض الأجرام عن بعضها البعض كما نحن 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 e le stelle ruotano al centro della galassia per effetto dello stesso tipo di forza دكتور نحن نحن نعيش على الأرض ما نشعر بنعمة الجاذبية وأنت ذهبت إلى الفضاء وجدت وعرفت نعمة الجاذبية اللي نعيشها نحن الآن في الأرض حدثنا عن قدرة الله سبحانه وتعالى أذكر أني تنظر أن في المرة الثالث وعندما بعد بعد ثلاثلاث ord restrictات والأشفة التنظر اللي نحن نبحثت جلاء الضقائي محيث الشعب أهلا يرغب الديو يرغب أحياني أجرح إلى دąب لذلك YES مختلف الضرير كانت بالأشفة لأنني لا يتنظر على الأشفة لذا السؤال رسالي ممتعاً بطير بلطير الأشفة بطريقة الأشفة لأنه الله قضاء الأشفة الأشفة لأيشنا في أصعب حيات حيات شخصية أ تذكر أن أولا خلق لبناء من الأولى أأكيد من كالكون لدينا أستطيع أن يعجبه مين أو ي visa أستطيع أن تقنقل من ملتقل شعك دوًا لدينا بدين وعندما أنني بها أستطيع أن أستطيع أن أسفايد أستطيع أن أستطيع أن أتبع إلى أبطل أستطيع أن أتبع إلى سفة أستطيع أن أأخذ أخذ أو أخذ؟ مما مختلف عندما تلاليك وما تتحرك في السكان وما يتحدث، وما تكون جدا وما يجب أن يشارك سنوان سنوان لبنى أن يمكنك مجددا من العديد إلى مرة أخرى كم مطرانة واحدة مع دلائم وما ليس كثيراً، لكن أيضاً دلائم أتحاق تساعد لفتح جدا لتجعل مكان جداً لكي يمكانك مكان ومعنى الجسدين لتتقيت على صحيان نعم، أعتقد أننا يجب أن نكون متأكداً مع هذا العالم لأنه إذا كان لدينا مجدداً أو مجدداً فإنه سنذهب هذا العالم أين سنذهب؟ أمن جعل الأرض قراراً قرار أي مكان تستقر حياتنا فيه انظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى لخلق هذا الكون كل شيء يسير بمقدار ونظام يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الذي دبر أمر هذا الكون قادر على أن يدبر أمرك السهل والبسيط بالنسبة لخلق هذا الكون الواسع فيا أيها الفقير اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر رزقك ويا أيها المظلوم اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر حقك ويا أيها العاصي الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر هدايتك أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قبل الآواء لا شيء كان فلا زمان ولا مكان فالله قال للكون كن شيئا فكان تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله كحل رؤاك بكل ما صنعت يدا فسيروا فسيروا تروا كيف براه الله فسيروا فسيروا فلا عيب هناك نرا فسيروا 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 فسيروا